الضابط السعودي بعد ما شاف الوضع والفوضة قال مقولته الشهيرة بشهادة الضباط اللي كانوا معاه ابن سعد خلجة ملاش السلام عليكم الرجل اللي تشوفونا امامكم هو الضابط السعودي فيصل باللبدة من وجهاء ومشايخ أهل سعد من قبيلة قحطان ونعم في قبيلة قحطان ونعم في جميع القبائل ونعم بالحضار والبدو ونعم في كل من اللي يجعل لنا شأن مع الأمم في القمم والده كان من رجالات الملك عبدالعزيز المخلصين حين نذكر إيران على طول نتذكر فيصل باللبدة وحادثة الحرم الشهيرة عام 1407 والأفعال اللي قاموا به الإيرانيين من سفك دماء الحجاج وإثارة الفوضى كانت محاولات للاستلاع على الحرم المكي وصل الخبر إلى فيصل باللبدة بأن الحجاج الإيرانيين عاثوا فسادا وقاموا بقتل الحجاج بالسككين والصواطير وقتها أتى أمر سريع بعدم استخدام السلاح نهائيا ومحاولة تطويق الإيرانيين حفاظا على سلامة الحجاج وصل الضابط فيصل باللبدة إلى الموقع وشاف الإيرانيين ماسكين عسكر سعودي وقاطعين رأسه العسكر السعوديين كان يقومون بالعصي والهروات الضابط السعودي فيصل باللبدة بعد ما وصلوا شاف الوضع والفوضى قال ما قولتها الشهيرة بشهادة الضباط اللي كانوا معه أبن سعد خلجة أم اللاش سحب السلاحة وقام يرمي الإيرانيين وأمر كل العسكر اللي كانوا معه بإطلاق النار بدون صدور أوامر عليا طبعا هذا يعتبر مخالف للأوامر العليا الضابط فيصل باللبدة ما قدر يتحمل المشهد بعد ما شاف الإيرانيين يقتلون العسكر السعودي وبوقته الملك عبدالله بن عبدالعزيز كان رئيس الحرس الوطني وصل خبر حادث الحرام المكي وموقف الضابط السعودي فيصل باللبدة ومخالفته للأوامر العليا الملك عبدالله أمر بترقية فيصل باللبدة إلى رتبة مقدم وعدم مسائلته عسكريا ومنحه وسام الشجاع والإقدام منحه سبع مقاعد في كلية الملك خالد العسكرية استطاع الضابط فيصل باللبدة والأبطال اللي كانوا معه بالسيطرة على الوضع وانقاذ الأماكن المقدسة من الفوضى وإهدار الدم من المخربين اللي كان هدفهم فقط هو زعزعة الأمن والأمان في المملكة العربية السعودية أسأل الله أن يحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل شر اللهم صلي وسلم على نبينا محمد أن حسنت فمن الله وانخطأت وساءت فمن نفسه والشيطان السلام عليكم